السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي الكرام. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم. واحد طبق دي السمك بسلسة الطماطم والقمران. واحد طبق تيجي الديد تيجي رائع. يعني الطبق نقدر نقدمهن طيوف. يعني تيجي الديد وتيجي رائع. طبق غزال. نشوف تحضير دياله كيف يجاء. تقليم دياله كيف يجاء. واحد طبق تيجي غزال. هندوس معكم لطريقة تحضير هالطبق. عندي هنا اخديت واحد السمكة من نوع الباجو. قريبا كتوزن واحد الكيلونس. من القيام غسولة مزيان. غدي ان اخد هنا غدي نوجد الحشوة ديال هاد السمكة. انا اختاريت ندير لها غير بالاعشاب وفيها الجزر. وقشور البرتقال والحامل. اخديت هنا واحد الجزارة. قطعتها على شكل شرائح. ضفت لها واحد الورقة ديال سيدنا موسى. آآ كذلك آآ الآزير. واحد ثلاث فصوص التوم بحكوكين. حكيتهم مع الآزير. وعندي اوراق القزبر ختيتير الوريقات. عندي تقريبا واحد الملعقة ديال قشور البرتقال. حاول ناخد القشور. آآ يعني القشور بدون ذاك اللوب الابيض. بيش تعطيني الماضاق. وكذلك ملعقة صغيرة من قشور الحامل. غتي نخلط هاد الحشوة كاملة. نضيف لها واحد ملعقة صغيرة الملح. نضيف ملعقة صغيرة تلملح. ونضيف جوشة الملاعق ديال زيت الزيتون. انا بغيت هاد الحشوة تعطيني الماضاق في السمك. غدي ناخد السمكة ديالي وغنحاول نعمرها بهاد الحشوة اللي عندي. يعني آآ الماضاق ديال الحامض مع البرتقال مع مالح مع الحامض تعطيني واحد الماضاق رائع بالنسبة للسمك. انا هنا رأي كان ممكن ندير الاوراق دير قشور البرتقال وقشور الحامض. آآ جافين ولكن انا ما توفروش عندي درتهم طريين. اذا كانوا عندكم جافين يعني ميبسينهم زيان تيجو تعطوه واحد الماضاق رائع في السمك. يعني دائما تخلوهم يعني هكا وتنضيفوهم لكان عندنا شي طبق ديال السمك هكا دوك الاوراق الحامض. وقشور الحامض وقشور الليمون تيجو رائعين. ودي نحاول نعمر هات السمكة ديالي بهاد الحشوة. هاته نعمر باش ما نضيعش ليا ما نضيع منها تحاجر على الحوتامرات ولكن انا كنحاول ننخل باش ما نضيع منها حتا شي حاجة. المهم هنا السمك كل واحد تياخد على حسب الاستطاعة دياله وعلى حسب المتوفر عنده. المهم الطريقة را كتجي لاي نوع من السمك اللي كيدخل الفرن. من بعد فاش دخلت هذه الحشوة ديالي غادي نحاول نسد بواحد الكوردون. يعني نبدوك الاعواد الخشبية. غادي نسد هاداك نسد السمكة ديالي. غادي ناخد طاول اللي كدخل الفرن. حاولت فرجت فيها اللو البابي الاليمينيوم. والورق ديال الزبدة يعني لي كيدير. بنديرش الورق الاليمينيوم مباشرة مع السمك عندي. قدرتوه هو اللو عدلت الورق ديال الزبدة. وغادي نحاول اللف هديك السمكة في هاد الورق مزنيان ما نخلي اتشي حاجة لان هي غادي تطيب وسط هاد الورق هادا غا تطيب في الفران. انا مسخنا الفران على درجة الحرارة مية وثمانين درجة. بعد غادي نضيف دابا بابي الاليمينيوم. هادي نحاول نجمعو مزيان جمعو. باش مي باش مي نخلي التبلة سانية لاني لاخليتها غادي تتشرب ليا ديك السمكة غا تجي ناشفة. باش تبقى محافظة ليا على الرطوبة ونبقى ما يدخل لها تشي يعني الحرارة ما تطيب الداخل. حاولوا هاد الاسميتو تغطيوها مزيان. ويكون الفران سخون. انا ندخلها للفران. وغادي نمشي معاكم لتحضير السلسة المرافقة. هنا عندي تقريبا خديت واحد كيلو ديال ماطيشة اللي حكيتو. مزيان. اضفت لي واحد ثلاثة فصوص ديال التوم هاد السلسة. هاد ينضيف كذلك زيت الزيتون. قريبا واحد نصف كأس ديال زيت الزيتون او ربع. هاد ينضيف واحد الملعقة صغيرة ديال الفلفل الاحمر. ملعقة صغيرة ديال الكمون يعني الكمون هاد ينحكو. وملعقة صغيرة ديال الملح. وغادي نضيف كذلك ملعقة صغيرة من الابزار الاسود. وغادي نحاول نخلط هاد التوابير كلها في هاد السلسة ونخليها تطيب على خطرة بشوية من ذهتش عليها العافية. باش تطيب لي ودجي عاقدة باش ما تشربش هادك لاني ما اضفت لها ما لاتشي حاجة تطيب هادك لما ديال هادك المطيشة. شاكي فجت. من بعد غادي نضيف بعد ما لقيتها طابت. شاكي جات. حاولوا تنقصوا البوطة باش ما تنضيفوش لما بدي احنا بغينا سلسة تكون خاطرة. هنا عندي تقريبا واحد نس كيلو ديال القمرون. اللي مقيتو. وخليت منو شوية باش نزين السماكة. هنا غادي نضيف هاد القمرون اللي عندي. وغا نخلي طيب واحد قريبا واحد خمسة دقيقة ونطفي. لان ما نخليه شي طيب بزاف. غادي نضيف واحد الملعقة ديال القزبر المعدنوس. مقطعين. وغادي نخليهم يغلاءوا شي شوية تقريبا واحد خمسة دقيقة. لان القمرون ما نخليه شي طيب بزاف باش ما ينشفش. باش يبقى طري. وغادي نطفي عليه ونزله على من فوق النار. انا من اللي طابت لي السماكة وخرجتها من الفرن. يعني ذاك المقطع ما تصورش ليا. المهم انا قدمتها على هاد الشكل. حيت لها لسميتو زينتها بالقمرون وشرائح الحامض. والفلفلة اللي شويتها في الفرران الوان. تقريبا الفلفلة احمراء وفلفلة آآ صفراء. وقدمتهم على هاد الشكل هادا. يعني يجا واحد طبق جا رائعو المدق اللذيذ ما بي المدق ديال الحامض والبرتقال. كي يجي رائعو الصلصة جات خاطرة. يعني ما تضيفوش في هالماء. ولا شي حاجة. طيب فلسوس ديال الما ديالة هي اللي كتعطينا هاداك المدق. يعني يجا واحد المدق جا رائع جلد. نتمنى الوصفة ديال اليوم متتبعي الكرام تنال الرضا ديالكم وتعجبكم. ونكون عند حسن نظنكم. وإلا بقيتوا معايا حتى النهاية الفيديو ما تنسوش تخلو لي تشجيع وتعليق محفز. وإلى فيديو قادم إن شاء الله متتبعي الكرام دمتم بألف خير.